اشتركوا في القناة لا يستطيع العمل فيتوقف ويبقى يخرج فيه هواء حار ما هي الاسباب اخواني سأعطيكم ثلاث اسباب او اربعة اسباب جوهرية ورئيسية في هذا المشكل اذا اخواني اول المشاكل ان تأكد ان مكيفك الكمبريسور عفوا او الضغط خارجا يشتغل وليست المروحة وفقط فقد يكون الكمبريسور لا يشتغل باحد الاسباب تعطل المكثفة او احتراق الكمبريسور اذا مكيفك يجب ان يكون تروبيكال اخواني تي ثلاثة ماذا معناه تي ثلاثة تي تروبيكال اخواني معناه انه يقاوم في درجات الحرارة حتى خمسة وخمسون درجة خارجا لمن يسألون هل مكيف انفرتر هو تروبيكال نعم كل مكيفات انفرتر هي تروبيكال بطبيعة الحال والعكس ليس كل مكيف تروبيكال هو مكيف انفرتر شرحت الفرق بين مكيف انفرتر ومكيف عادي ما هو الفرق بينهما وكيف يعمل لمن يسألون اخواني عن مكيفات هايسنس هيا هي مكيفات جيدة نعم هي مكيفة جيدة بمواصفات عالمية وتبرد بشكل جيد وهي كلها مكيفة تروبيكال انفرتر اذا اخواني الاعزاء كيف تفرق ان المكيف تروبيكال او ليس تروبيكال هذا لا تعرف بالعين مجرد الا اذا وضعه لك المصنع في بطاقة المعلومات او في التغليف او في دليل المستخدم كيف تقرأها في بطاقة المعلومات اخواني تجد بطاقة المعلومات في الوحدة الخارجية فمواضحة ومكتوبة ثلاثة يعني يقاوم في الدرجات الحرارة التي تصل الى خمسة وخمسون درجة اذا اخواني الاعزاء اذا كان لديك مكيف يفصل في منتصف النهار ولا يستطيع العمل وفي الليل تجده يبرد بشكل عادي معناه ان الغاز جيد وكل شيء جيد فهنا يا اما مشكل الكهرباء ناقص في المنزل يا اما مكيفك ليس تروبيكال لاحظوا في الوحدة الخارجية هنا في مكيف هايسينس حين نقرأ بطاقة المعلومات يا اما نجدها امام الموديل في الكتابة الاخيرة تي ثلاثة او نجدها مكتوبة هنا بهذا الشكل لاحظوا نوع المناخ كليماتيب تي ثلاثة اذا لم تجد في بطاقة المعلومات هذه الكتابة نوع المناخ تي ثلاثة فاعتبر ان المكيف هذا ليس تروبيكال كما نقول بالعامية الثقة في الوثيقة هنا في اخواني في التغليف لاحظوا مكتوبة وواضحة بكل ريح يعني انفرتر تروبيكال مكيف انفرتر تروبيكال يقاوم في الدرجات الحرارة العالية هنا مكيف ايضا كريستور في بطاقة المعلومات لاحظوا في الموديل اخواني موجودة تي ثلاثة هنا في الكتابة في الاخير تي ثلاثة اخر في الموديل تجدوها في الاخير او تجدوها مكتوبة وواضحة ايضا باللغة العربية باللغة الاجنبية نوع المناخ تي ثلاثة تي بدو دي كليما او كليماتيب تي ثلاثة يعني المكيف تروبيكال كذلك مكيفة كوندور هي كلها تروبيكال اخواني تي ثلاثة لاحظوا هنا ايضا نوع المناخ تي ثلاثة كليماتيب تي ثلاثة يعني واضحة وضوح الشمس إذن إخواني لاحظوا في هذا المكيف كليماتيب يعني هو يوضح لك أنه تي آ يعني تي واحد أنه غير تروبيكال يقاوم حتى 42 درجة ثم يفشل ولا يستطيع العمل فوق الأربعين درجة سيفشل ويفصل ولا يستطيع العمل إذن إخواني السبب الثاني للمكيف يعني لا يعمل يفصل يسخن الكمبريسور ويفصل هو نقص الغاز إذا كان الغاز نقص هذا الروتور الأنبوب الكبير لا يتكون عليه ماء أو ليس بارد جدا فتجده حرارة عالية يعني ليس ببرودة كافية فهو سيسخن الكمبريسور ويفصل لأن الروتور أو الأنبوب الكبير حين يرجع الغاز بارد فيساهم في تخفيض حرارة المحرك اللي هو الكمبريسور أو الضغط فبالتالي يبقى يعمل ولا يفصل إذا كان مكيف نقص غاز سيكون أيضا فيه هذا المشكل يسخن الكمبريسور ولا يعمل يعمل ممكن دقيقة دقيقتين ويبقى فاصل لمدة ساعة ويخرج هواء حار داخل الغرفة كذلك إخواني إذا كان مكيفك كل شيء عادي الغاز طبيعي هو تروبيكال فالكهرباء تكون ناقصة خصوصا في هذه الأيامات لاحظوا هنا بالله عليكم 190 فولت أو 180 فولت هل تشغل المكيف من المستحيلات إذا شغلته سترتفع حرارته ممكن دقيقة ويفصل وقد يحترق المكيف الخاص بك الكثير إخواني قاموا بقياس الكهرباء في المنازل فوجدوها أقل من 220 فولت يا إما 190 يا إما 180 يا إما 205 فولت وهذا لا يشغل المكيف ويسبب خطورة عليه قد يحترق معك الكمبريسور ويكلفك أموالا إذا كان كل شيء طبيعي ومكيفك ليست روبيكال ما هو الحل إخواني؟ الحل الوحيد هو وضع مظلة للمكيف خارجا بهذا الشكل تحميه من أشعة الشمس المباشرة يمكنك عمل هذه المظلة بأي أدوات متوفرة عندك بهذا الشكل كما هو موضح في الصور فهو يحميه من الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة إذا كنت تريد تركيب مكيف جديد من الأفضل وضعه في مكان يكون فيه ظل خصوصا في منتصف النهار إخواني هذا هو الشرحي باختصار شديد أرجو أن أكون قد أفدتكم به انتظرونا في دروس لاحقة شكرا لكم وشارك الفيديو لتصل المعلومة لجميع الناس والسلام عليكم ورحمة الله